السلام عليكم ورحمة الله صادفنا قبل أيام التاسع والعشرين من نوفمبر وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطين والشعب الفلسطيني اليوم أحوج ما يكون للتضامن ولكن التضامن العملي الواقعي وليس بالشعار والمزايدات الإعلامية والسياسية الفرغة من أي مضامين نعم ما أحوجنا ونحن نعيش المنعطف الأخضر في تاريخ قضيتنا الوطنية إلى التعاضد والتضامن المنتج الفعال الذي يجنبنا ارتدادات ومخاطر هذه الحرب اللعينة التي تواصلها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدراته وهويته وقيادته الشرعية بالقصف والتدمير والتحريط هذا هو يوم التضامن الحقيقي بالوقفة الجادة الهادفة من خلال الجماهير التي تنتمي إلى الإنسانية الحقة والتي انحازت لوجعنا وقهرنا في موجهة حرب الإبادة الإسرائيلية مساء الخير مشاهدينا نتحدث عن يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحتى تسجيل هذه الحلقة وهذه اللحظة نتحدث عن 15 ألف شهيد على أرض غزة نتحدث عن عشرات الآلاف من الجرحة نتحدث عن الآلاف من أهل غزة الذين ينزحون من شمال غزة إلى جنوبها اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعني بما قامت به الأردن من تثبيت الصمود للشعب الفلسطيني على أرضه من تعزيز صمودهم من الوقوف في صد فكرة التهجير التي ادعتها إسرائيل يعني التضامن مع الشعب الفلسطيني أن نكون مع حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم دون القفز عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني دعم الصمود يعني وجود تحالف سياسي عربي يوازي ذلك التحالف الذي قامت به الأردن مع الشقيقة مصر الحبيبة صحيح يا لانا أتفق معك جدا قضية فلسطين هي قضية عدل وقضية سلام في الأصل وقضية أمن هذه هي دولة فلسطين التي كانت دولة يعني تحلم بالسلام والأمان وعلى أرضها الكثير من الخيرات ولكن ما حدث ومنذ 1947 ونحن مع هذه القضية أكثر من 75 عام وأجيال وأجيال تتعاقب على نصر فلسطين والتضامن مع فلسطين واليوم العالمي للتضامن لأننا دائما نذكر أنفسنا بأن هناك دولة محتلة دولة عربية محتلة ونحن نحاول طول الوقت أن نقدم لها كل الدعم على أرض مصر والمصريين اعتادوا دائما أن يكونوا أبدا مع القضية الفلسطينية وعلى أجيال مختلفة وعلى مراحل مختلفة طول الوقت القضية الفلسطينية عنوان مهم جدا لدى الفلسطين ونصرة فلسطين دائما موجودة في القلب وموجودة بكل الدعم والمساندة هذه المرة نحن أيضا نشاهد الكثير من الشباب اللي بيدعم التضامن الشباب الذي لم يعش ولم يرى بنفسه جرائم الحرب اليوم كل جرائم الحرب اللي موجودة في قطاع غزة والإبادة التي نشاهدها يوميا موثقة والشباب يشاهدها والشباب أيضا يكتب عنها ويشير هذه جرائم الحرب ليكون هو أيضا له دور في هذه الحرب الجميع اليوم يحاول أن يرفع صوته من قطاع غزة بالتضامن إلى العالم كله وما يشيره الشباب اليوم من جرائم حرب عبر السوشيال ميديا ويشير إلى العالم كله ويرفع صوته ما هو إلا توثيق لهذه الجرائم التي نشاهدها يوميا جرائم في الأسلحة جرائم في الإبادة تشاهدون الأطفال الأسلحة التي دمرت الأطفال لقد شاهدت أنا بنفسي الأطفال في مستشفى العريش العام كيف تم تدمرهم كل ما نستطيع أن نقدمه اليوم أن نظل جميعا بنفس القوة وبنفس التضامن مع شعبنا ومع أهل فلسطين أبد الأبدين حتى يأتي الحل بإذن الله أكيد الشباب العربي ما عندوش أي فكرة عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تعالوا بينا شافكي ولانا نعرف المشاهدين بهذا اليوم من خلال هذا التقليل يقف الشعب الفلسطيني الشامخا فوق أرضه منذ فجر التاريخ معتزا بحضوره الحضاري ومساهماته الإنسانية فأريح الفلسطينية هي المدينة الأقدم المأهولة بالسكان حتى يومنا هذا جابهت أخواتها كل الغزاء ورحلوا جميعا وبقيت فلسطين مسيرة كفاح الفلسطيني مجبولة بتكوينه الفطري فمهد رسالات الله السماوية فيها وأقدس بيوت الرب عليها فجلبت دوما الأحرار إلى محرابها متضامنين وزائرين وضيوفا محبين يتداع العالم أجمع منحازا إلى الحق ورافعا راية الشعب نازل كل الطغاة حفاظا على قيم الله والإنسانية لتقرر الأمم المتحدة يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني يوما عالميا لتضامن مع الشعب الفلسطيني تقام به الاحتفالات والنشاطات الرسمية بداية من مقر الجمعية الأممية في نيويورك وصولا إلى كافة أركان المعمورة حيث يوجد فلسطيني عاشق أو متضامن وفي تسعى الأمم المتحدة في هذا اليوم إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين وتركيز اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تحل بعد وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعد عنها يرفع في هذه المناسبة علم فلسطين في الأمم المتحدة ويتحدث رئيسها ورئيس دولة فلسطين والعديد من الزعماء والمؤسسات والكيانات الدولية وتتحرك شعوب العالم لتؤكد جميعا أن هذا الشعب يستحق الحياة ويستحق الحرية فهو أقدم حارس لها وما يزال يقدم تضحيات الجسام إيمانا منه بحقه الذي يدعمه في العالم أجمع في وجه جبروت القوة الذي لن ينال من تشبث الفلسطيني بأرضه التاريخية ومستقبل أبنائه الذين سيرفعون علمهم وأقمار تاريخهم المنير فوق مقدساتهم وصروح دولتهم المشيدة مع وقف تنفيذ الباطل لها ولو إلى حين أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من بيت للكل والتي نخصصها للحديث عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضيفي حسن فرج عضو ثوري فتح وسكرتير الشبيب أهلا بك أستاذ حسن أهلا بك أستاذ خاتف ونحن نتحدث عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يخطر في البال إذا ما كان يحمل هذا اليوم قيمة إنسانية قيمة أخلاقية للفكرة اللي قائم عليها أصلا هذا الفعل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعني فعلا هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو أقر في الجمعية العامة المتحدة وجاء متأخرا إلى حد كبير بمعنى أنه أقر عام 1977 بعد أكثر من 28 عاما يعني على احتلال فلسطين على نكبة الشعب الفلسطيني حتى على قرار التقسيم الذي أقر في تاريخه هذا القرار الدولي وهو كان محاولة من أجل يعني لنقول كما استخدم في جميع العامة الأمم المتحدة من ألفاط لجبر الضرر الذي وقع على الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي تسبب بتهجير الشعب الفلسطيني وتسبب بنكبة الشعب الفلسطيني من أجل توعية المجتمع الدولي لحقيقة القضية الفلسطينية وأنه بعد عشرات السنوات لم تستطع هذه المنظمات الدولية أن تدفع باتجاه إحقاق الحق الفلسطيني أو نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وأيضا حقه بتقرير مصيره والحق الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم بالعودة إلى الديار التي هجروا منها لذلك هو ما بعد عام ١٧٧ يعني بقي بقي في إطار إحياء هذه المناسبة في القاعات على شكل خطابات على شكل جماهيري وشعبي يعني ورسمي في إطار محدود ولكن نحن اليوم نشاهد بأن يعني التضامن الدول الشعور الإنسان سنتي على التضامن الذي تشهده موظم عواصم أوروبا لكن قلت أنه حتى الجمعية الأمومية للأمم المتحدة تأخرت في إصدار مثل هكذا قرار خاص بهذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيين وقلت أنه لم يتجاوز حدود القاعات سؤالي ما قبل هذه الحرب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل أنحاء الأراضي الفلسطينية هل تجاوز حدود لغة الشعار هذا العنوان اللي هو اليوم العالمي للتضامن هل هو فقط مجرد يعني شعار للشعور الإعلامي كيف يمكن أن نفعله نحن كي يتجاوز هذه الحدود يعني أن لا يبقى مثلا رهن القاعات رهن الصلاة في شارع هنا في أمام سفارة هناك يعني هناك فعلا نقول أن هناك تحركات مهمة وتاريخية من أحرار العالم باتجاه دعم القضية الفلسطينية في الكثير من دول العالم ونحن يعني تابعنا وعملنا مع المؤسسة الرسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية مع صفراتنا في الخارج تذكر عام 2012 في حملة فلسطين الدولة عام 1994 التي أتت أكلها في الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مراقبة أو دولة غير عضو في الأمم المتحدة وهذا كان تعبير عن الجهد الكبير الذي بذل إن كان شعبيا أو جماهيريا أو دبلماسية شعبية أو دبلماسية رسمية ويعني تقدمنا فيه خطوة للأمام ولكن بقي الأهم وهو التأثير الحقيقي والفعلي على الدول الكبرى والدول العظمى التي تقف حتى الآن حائلا دون إمكانية وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه بالضغط على الكيان المحتل على إسرائيل دولة الاحتلال من أجل الإنسحاب من الأراضي على الأقل التي انسحبت أو الأراضي التي احتلت عام 1967 وهذا حتى الآن ما نشاهد أن الجهد المبذول أو التحركات الشعبية الجماهيرية الدبلوماسية جيدة ولكنها حتى الآن لم تتحول إلى ترجمة حقيقية وفعلية من أجل التأثير الفعلي يعني في بعض الدول العظمى لنقول صاحبة القرار التي تمتلك حق النقد الفيتو التي ما زالت تقف يعني في طريق خلينا نقول الحق الفلسطيني في إقامة دولة الفلسطينية ذكرى اليوم التضامن تأتي هذا العام في ظل ظروف مختلفة الشعبنا الفلسطيني كما قلنا يتعرض لحرب إبادة في كل أماكن تواجده في القطاع غزة في محافظات الضفة في جنين في قلقيلة في القدس المختلفة في كل الأماكن بالتالي شهدنا حراك في معظم عواصم أوروبا وهذا الحراك لا نبخص حقه بصراحة يعني لغة الشعارة التي رافقت هذه الفعاليات بالمعنى السياسي يعني قوي جدا ارتقت إلى حد ما إلى يعني إلى مستوى المجزرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني كيف نجعل من هذا الفعل مستدام أولا ما الذي يعني تحكينا عن النتائج الإيجابية لهذا الحراك وكيف يمكن لنا أن نجعله حراكا مستداما يعني مش فقط يقتصر على يوم في العام بالنظر إلى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ويلات بفعلي مجمل السياسات الإسرائيلية يعني هذا التحرك الشعبي خلنا نقول العارم في الكثير من العواصم والمدن كان نتاج تحرك الشعور الإنساني لدى شرائح واسعة لدى أحرار العالم أدى إلى الضغط الحقيقي والفعلي على بعض أصحاب القرار على بعض الدول حتى التي كانت شهدنا في بداية الأحداث أنها كانت مواقفها داعمة للعدوان الإسرائيل على قطاع غزة وتحت شعار حق الدفاع عن النفس ونحن هذه جدلية لا نعرف كيف من الممكن أن تطرح بهذا الشكل حق الدفاع عن النفس لدولة تمارس الاحتلال على شعب تحت الاحتلال نفترض أن هذا الشعب يرزح تحت الاحتلال هو من حقه أن يدافع عن نفسه هو من حقه أن يقام هذا الاحتلال وليس هذه الدولة التي تمارس هذا الاحتلال بالقوة العسكرية على هذا الشعب الذي يقبع تحت الاحتلال وشهدنا بعض الدول التي تراجعت مواقفها عن دعم هذا العدوان على شعبنا الذي تسبب بعشرات آلاف الشهداء والجرحى والنازحين الذين هجروا من مناطق سكنهم في شمال قطاع إلى جنوب قطاع غزة وصور الفضاعة الإسرائيلية التي ارتكبت بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة تحديدا صور الأطفال والأشلاء والنساء والغالبية الصاحقة من الشهداء المدنيين حركت هذا الشعور الإنساني وتسببت في الضغط الفعلي والحقيقي على بعض رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات شهدنا بعض الدول تراجعت مثل فرنسا حتى إسبانيا في موقف متقدم مثلا إسبانيا بلجيكا في موقف متقدم هناك في وعود أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من بعض الدول من خلال التصويت في برلماناتها وإقرار حكوماتها واعترافها بالدولة الفلسطينية وشهدنا أيضا المطالبة بأكثر من الثلثين من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب وقف العدوان وطلب من حكومة الاحتلال بوقف جرائمها في قطاع غزة وأن يكون هناك في ممرات آمنة ومناطق عازلة للمدنيين وهدنة مستدامة يعني قد لا تكون هذه القرارات الآن تفي بالغرض بأنها لا توقف هذا لكنها خطوة على الطريق على الطريق وتؤكد بأن هناك تحرك شعبي أنا بدي أسأل عن مثلا شبيبتنا بالتحديد شبيبت فتح المنتشرة في الصحة الأوروبية لابد وأن لها دور يعني أنه كان لأنه ننكر دورة إلى دور في استنهال هذه الطاقات من خلال علاقاتها أيضا مع النخب في الصحات الأوروبية ومع المؤسسات ومع الاتحادات ومع النقابات ومع المؤسسات المثيلة يعني المؤسسات الشبابية بقصد في أوروبا لكن احنا بنا دور نتطلع إلى دور دائما يعني أكثر فعالية في دور لهم مثلا لجعل هذا الأمر كما قلنا قبل قليل مستدام طيلة أيام السنة لأن الاحتلال ليس يوما في العام وينتهي الاحتلال موجود على مدى وبالتالي احنا بلنا حراك مرافق أيضا ليس فقط نقض سياسات الاحتلال احنا قلنا قبل قليل أن المجتمع الأوروبي الشعب الأوروبية لها قدرة هائلة في التأثير على حكومتها ولمسنا ذلك قبل قلت قبل شوية انت حكيت عن الموقف كيف تغيره الرسمي في بلجيكا وفي إسبانيا وفي دول أخرى ربما صحيح لذلك الشبيبة تحديدا يعني في إطار الدبلوماسية الشعبية وفي إطار عملها نقول الدبلوماسية الشبابية الكبير والمهم التي تبذله مع المنظمات الشبابية مع شبيبة الحزاب السياسية مع اتحادات طلابية حول العالم يعني هناك علاقة للشبيبة مع أكثر من 200 منظمة شبابية في العالم الآن ونحن نتبوأ موقع الآن نائب الرئيس للاتحاد الدول للشبيبة الاشتراكية وهذه من أكبر منظمات شبابية في العالم وهناك دور فاعل جدا للشبيبة الفتحوية في هذه المنظمة وهذه المنظمة أيضا تتواصل مع يعني كل شبيبة هذه الأحزاب تتواصل مع أحزابها مع حكوماتها وهي منظمات مؤثرة جدا يعني الضغط في الضغط على صاحب القرار وفي الضغط على قيادة أحزابها وحكوماتها لذلك كان هناك عدة لقاءات حتى مع رئيس وزراء إسبانيا من قبل يعني ممثلي الشبابية الفتحوية مؤخرا في برشلونة قبل سبعين أو ثلاثة أثناء العدوان على غزة وكان هناك جهد كبير بذل وصدرت بعض البيانات من الكثير من المنظمات الشبابية حول العالم الداعمة للقضية الفلسطينية والتي تدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة والتي اعتبرته أيضا أنه جريمة حرب وحرب إبادة ترتكب على الشعب الفلسطيني وطالبت برفع هذا الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وهذا مهم لأن تحديدا في أوروبا أنت تعلم بأن الشباب لهم دور كبير وحتى في أمريكا اللاتينية وفي بعض دول حتى إفريقيا وآسيا وقيادة هذه المنظمات الشبابية هذا اليوم تكون هي القيادة المستقبلية وهناك بعض المنظمات الشبابية التي تربطنا فيها علاقة وطيدة وقوية جدا ثلث أعضاء البرلمان من حزبها هم من الشباب فلذلك هذه المنظمات مؤثرة كان لها دور مهم نحن على تواصل يومي معها وهناك رسائل تصلنا بشكل يومي وهناك أيضا برامج تم إقرارها من أجل تفعيل التضامن الدولي من خلال هذه المنظمات الشبابية وأيضا جزء من الفعاليات التي تنظم في بعض العواصم التي شهدناها وتابعناها عبر الفضائيات هي كان الدور الأهم فيها والأبرز للمنظمات الشبابية التي لها علاقة مباشرة مع الشباب الفتحوية ومع الاتحاد العام لطلبات فلسطينية للتضامن أشكال مختلفة أشكال متعددة واحدة من أشكال التضامن أنه فيه الكثير من الأصدقاء الشعب الفلسطيني الأوروبيين اللي متضامنين معنا على مدار السنة مش فقط التضامن الموسمي ذهبوا إلى حد تعريت بعض التحوير التي قامت به المؤسسة الإسرائيلية يعني صوروا كأن الفلسطينيين يقطعون رؤوس الأطفال مش هيك تم الترويج مجموعة من أصدقائنا الأوروبيين أثبتوا بالصورة أنه العكس هو الذي حدث بالتالي هذا شكل جميل ومؤثر وفاعل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني احنا أيضا شبيبتنا أفترض له دور في هذا وهي منتشرة في كل ساعة أوروبا الموضوع محتاج فقط أنه نشر الحقيقة والكثير من الشعوب الأوروبية يعني واقع تحت خلينا نقول التأثير الإعلام النقيط صحيح شو دورنا إحنا دور شبيبتنا مع أصدقائنا في العالم كله كل شعوب الأوروبي كل شعوب العالم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتعريت لأنه هذا كمان جزء مهم جدا وهذا بغير الكثير من المفاهيم يعني في مثلا أنا فيه فنانين فيه كتاب فيه نخبويين في العالم بنتبه والتحصصات كثير مختلفة عندما يعني اطلعوا على أنه حقيقة الأمر إسرائيل بثت شيء ما حاولت تتزيف رواية ما جزء من ما هي الآن احنا بنخذ حرب الرواية فغيروا مواقفهم تبعا للحقيقة التي تم إثباتها في نهاية الأمر فشو إحنا شو وين دورنا في هذا الموضوع؟ يعني إحنا حاولنا قدر المستطاع هناك أيضا يعني بالتنصيق والترتيب مع الشبيبة الشبيبة ويعني اتحدات الطلاب والشبيبة حتى في قطاع غزة أن يكون هناك رسائل مصورة ومسجلة وبثت وترجمت لبعض اللغات من أبناء الشبيبة والطلاب المحاصرين حتى اللي كانوا داخل المستشفيات وأحد هذه الرسائل انتشرت على مستوى كبير جدا كانت من المستشفى القدس مستشفى الهلال الأحمر من إحدى الأخوات من نشطاء الشبيبة التي نقلت المشهد كما هو أثناء القصف والضمار وأصوات الانفجارات حولها ووجهت رسالة للشباب العالمي أن شاهدوا ماذا يحدث داخل هذه المستشفيات وهذه بثت من خلال ونشرت من خلال الشبيبة الفتحوية على المنابر والمواقع المختلفة للمنظمات الدولية هذا على سبيل المثال وأيضا هناك حمد كبيرة على السوشال ميديا وأيضا على بعض المنصات الإعلامية التي حاولنا ننقل فيها الحقيقة ما يجري على الأرض أنا أود في نهاية هذا اللقاء أني أبعت برسالة من بيت الكل لكل الشعوب المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بإمكانك التضامن وأن يكون تضامنك فاعل ومثمر يمكن بوست يمكن فيديو قصير يمكن نقل لمعاناة رسالة من قطاع غزة أي شيء له ينتمي للحقيقة بإمكانه أن يكون مؤثر وأن تكون بذلك يعني فعلا تضامنك مع الشعب الفلسطيني بشكل مثمر وابنة أنا أود أن أشكرك حسن فرج عضو ثوري فتح سكرتير الشبيبة أن كنت ضيفي في هذه الحلقة الخاصة من بيت الكل شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بيت الكل المتواصل لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل مساء الخير مشاهدين الأعزاء من استوديوهات التلفزيون الأردني نتحدث عن يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من شهر نوفمبر يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن هذا اليوم مع الإبادة الجماعية والمجازر الجماعية التي تحدث على أرض غزة هذا اليوم الذي يقف العالم جميعا للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتزامن مع أحداث دامية لنقول للعالم أجمع بأن التضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك بإثبات وتثبيت صمودهم على أرضهم الأردن بقيادة جلالة الملك وأيضا بجهود من سمو ولي العهد وأيضا بموقف شعبي أثبت للعالم أجمع وقدم النموذج لدعم الصمود الفلسطيني ودعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم سنتحدث عن أهمية هذا اليوم الموقف للدولة الأردنية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الدبلوماسي والسياسي وأيضا الشعبي فاسمحوا لنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور أيمن البراسنا أستاذ العلوم السياسية من الجامعة الأردنية أهلا ومرحبا بك دكتور مساء الخير إلا أنا لكي ولا جيمة مشاهدي تيفزيون الأردنية دكتور نحن نتحدث عن عقود طويلة جدا من الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين كيف تصف لنا هذا الاحتلال وكيف مرت هذه السنوات من يعني الانتهاك تلك الحقوق سواء انتهاك الأرض وانتهاك الشعب سلب الحقوق وأيضا المحاولة في التهجير كيف تصف هذه العقود من السنوات؟ لا شك أن هذه العقود السبعة الماضية كانت فيها الكثير من المعاناة على المستوى الإنساني والاقتصادي والمستوى السياسي أيضا الأشقاء في فلسطين يعني عانوا كثيرا من عقود طويلة من الاحتلال الأطول الاحتلال في التاريخ وهذا الاحتلال صراحة منعهم من الكثير من الحقوق وفي مقدمتها الحرية في الحياة وحرية أيضا بناء دولة مستقلة كما هي باقي الدول خمس وسبعين عاما من الاحتلال مارست فيها إسرائيل الكثير من الاعتداءات المتكررة والاستفزاز للشعب الفلسطيني إذا قلنا الاستفزازات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيم الشريف في القدس في المخيمات المختلفة في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إذن فلسطين صراحة عبر هذه العقود الطويلة عانت كثيرا من ممارسات الاحتلال سواء كان على مستوى الاعتقالات أو الاقتحامات أو على مستوى الحرمان من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي التضييق على المواطن الفلسطينيين اقتصاديا أيضا لا يخفى لأحد أن دولة قابعة تحت الاحتلال كيف سيكون وضع الاقتصادي والسياسي وبالتالي أعتقد أنه الآن العالم يدرك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهذه الحقوق صراحة هي من البديهيات في موضوع الحقوق والحريات للمجتمعات الإنسانية فلسطين عبر هذه العقود طويلة من الاحتلال لا شك أنها عانت كثيرا وآن الأوان للعالم لأن يعترف بحقية الشعب الفلسطيني بأن يرى دولته المستقلة وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمة القنص الشرقية وبالتالي كل المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي وكل القرارات الأممية هي جاءت للتأكيد على قيام الدولة الفلسطينية وبالتالي إسرائيل لا تزال عبر حكومات متعاقبة لا تزال ترفض الاعترام بالدولة الفلسطينية وتراوغ وخاصة وصولا إلى الحكومة الحالية الأكثر يمينية والأكثر تطرفا في تاريخ الدولة الإسرائيلية هذه الحكومة تماطل وتحاول أن تلغي حل الدولتين ما حصل في غز مؤخرا هو محاولة ممنهجة من الاحتلال ومحاولة من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة المرتهنة لتيار الصهيونية الدينية لمحاولة دفن حل الدولتين وإلغاء القضية الفلسطينية من المحافل الإقليمية والدولية إذن هي كانت عملية عسكرية لكن بأهداف سياسية دكتور نعم الأهداف السياسية الإسرائيلية واضحة هذه العملية الأخيرة الحرب الإسرائيلية على غز منذ السابع من أكتوبر والتي امتدت لخمسين يوما تقريبا وبعدها الآن الهدنة هذه الخمسين يوما صراحة حاول الاحتلال من خلالها أن يحقق هدفين رئيسيين لكل الحمل على غزة أول هذه الأهداف هو اجتثاث المقاومة والمقصود بها حماس في قطع غزة وأيضا إضعاف كوادرها وتنظيمها وإضعاف قدرتها على ممارس السلطة في قطع غزة الهدف الثاني كان هو محاولة تحرير الرهائن الذين أسرتهم حماس من خلال عملية عسكرية ومن خلال توغل بري في القطاع ورفض للتفاوض مع حماس الآن الواضح أن هذه الأهداف السياسية فشلت إسرائيل في تحقيقها على الأرض الواقع مما اضطرها إلى اللجوء إلى المفاوضات عبر الوسطة طبعا عبر الوسطة المصرية والقطرية وبالتالي هذه الوسطة أثمرت في الوصول إلى هدنة الآن التضامن مع الشعب الفلسطيني له صور متعددة وله أشكال متعددة وسلوكيات لكن نتحدث عن الدولة الأنموذج التي عززت هذا الصمود على الأرض عززت التضامن مع الشعب الفلسطيني نتحدث عن الدولة الأردنية سيد الكريم فلسطين تعني للأردن شيء متعلق بالأمن الوطني الأردني أبناؤهم أبناؤنا شهداؤهم هم أبناؤنا أيضا أطفالهم الذين يموتون عندما أشعر بأن طفل في غزة يموت هو طفل أردني فنتحدث عن موقف الدولة الأردنية سواء كان بقيادة جلالة الملك طبعا وجهود سمو ولي العهد الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي في سبيل دعم الصمود الفلسطيني على أرضه لا شك أن الأردن كان هو الأقرب دوما للقضية الفلسطينية بحكم الواقع الجيوستراتيجي والجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالتالي نحن الأقرب إلى القضية الفلسطينية وإلى الهم الفلسطيني وبالتالي جلالة الملك ينظر دائما إلى القضية الفلسطينية على أنها من قوم أردني أيضا وهذا ما عبر عنه في كثير من المناسبات وفي خطاباته في الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي في زياراته التي قام بها مؤخرا إلى عواصم أوروبية وخليجية كان الهدف الأردني واضح في التأكيد على ثوابته لجاه القضية الفلسطينية من حيث دعم الأشقاء وصمودهم على أرضهم ومن حيث رفض أي سيناريو محتمل للتهجير ولن يسمح الأردن وهكذا أعلنها الملك صراحة وأيضا على لسان وزير خارجي في أكثر مرة أنه لا يمكن للأردن أن يقبل بسيناريو التهجير وترحيل الأزمة الفلسطينية أو القضية فلسطينية لحلها على حساب دول الجوار هذا مرفوض وأعتقد أن هذا الموقف الأردني يعتبر نوع من الدعم السياسي المطلوب للأشقاء في فلسطين لا بد أن يقف الأردن كان هذه الوقفة لبالفعل تعزيز الصمود للأخوة في فلسطين على أرضهم والإرسال رسائل سياسية أيضا إلى الداخل الإسرائيلي وإلى الغرب أيضا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأردن سيبقى مساندا للأشقاء في فلسطين وحتى نير حقوقه المشروع على أرضهم وبالتالي الأردن وقف صراحة فيها الكثير من الدعم السياسي والمعنوي والدعم أيضا في الخطاب السياسي الموجه للخارج الأردن ينتهج سياسة خارجية قوامها الاعتدال والوسطية ومع ذلك الأردن يتخذ من القضية فلسطينية أولوية في أجندته الخارجية وبالتالي دائما في كل المناسبات حتى في مؤتمرات التي كان يحضرها الملك والتي تحدث عن التنمية مؤتمر جد للتنمية وكان يتحدث عن القضية فلسطينية وأنه لا أمن ولا تنمية ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل ودائم ومنطقي لقضية فلسطينية إذن الأردن عبر هذه المواقف الرسمية التي تتناغم مع المواقف الشعبية لا شك أنه يمثل أنموذجا في دعم الأشقاء في فلسطين دكتور الآن دع جلالة الملك خلال جولاته أيضا وجهوده الدبلوماسية والسياسية في طوفان الأقصى دعا إلى أهمية أن يكون هناك تحالف سياسي نتحدث وأنت تعلم وأستاذ في العلوم السياسي التحالفات كم تبني قوة الآن التحالف نتحدث عن نموذج أيضا لهذا التحالف بين مصر الشقيقة مصر والأردن في سبيل فعلا التضابن مع الشعب الفلسطيني وأعطائه حقوقه والوقوف في صد فكرة التهجير التي تقوم بها إسرائيل أهمية أن نبني على التحالف الأردني المصري كم هو ضروري؟ نحن أحوج ما نحتاج إليه في هذه الأوقات صراحة والتي يمر فيها الإقليم باضطرابات كثيرة نحن نحتاج إلى بالفعل وحدة الصف العربي أو على الأقل تنسيق المواقف العربية وهذا ما كان الأردن دائما يسعى له على الدوام الأردن وعبر سياسته الخارجية الوسطية المعتدلة المتجنة في المنطقة والتي هي موضع تقدير ومحل احترام من قوى الإقليم ومن القوى الدولية وعلى رأس المؤولية المتحدة الأمريكية هناك ثقة بدور الأردن وأهميته في قضايا المنطقة المحورية والمركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبالتالي الأردن بذل جهود مضنية دبلوماسية وسياسية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية وإظهار أهميتها للرأي العام العالمي نحن نعلم في الآون الأخيرة العالم يشغل بملفات كثيرة الحرب الروسية الأوكرانية مماحكات الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين وبالتالي مشاريع اقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية وانشغال الدول العربية بمشاكلها ونزاعاتها الداخلية نعم نعم الآن نحن بحاجة إلى إعادة بالفعل هذه القوى الإقليمية إلى الواجهة هذا عبر تنسيق وبالتالي الأردن كان سباقا لتنسيق مواقفه مع مصر بخصوص خاصة الموضوع التهجير ورفض سيناريو التهجير المحتمل الذي لا طالما حاولت الإدارة الأمريكية عن طريق رئيس بايدن وعن طريق وزير خارجي بلينكين الترويج لهذا السيناريو وبالتالي زيارة الملك للقاهرة في قمة القاهرة للسلام وبعدها أيضا زيارة الملك إلى الرئيس السيسي هي جاءت لتثبيت الموقف الأردن والمصري الرافض لتهجير الأشقاء في فلسطين والتسبب بنكبة ثانية للفلسطينيين بعد نكبة الثمانية واربعين نحن نحتاج إلى خطوات إضافية من الأشقاء العرب لبناء على هذا الجهد الدبلوماسي والسياسي هناك تفاوت في الخطاب العربي نعم للأسف لا يزال الخطاب العربي والقوة المؤثرة والوازنة في النظام الإقليمي العربي لا تزال خارج الفعل والتأثير فيما يخص القضية الفلسطينية وبالتالي صحيح الأردن هو لصيق القضية الفلسطينية ويحمل أولوية وتحمل أهمية في السياسة الخارجية ولكن أيضا على الآخرين في الإقليم أن يعووا تماما بأن تداعيات القضية الفلسطينية ستطالل جميع الإقليم ولهيب المنطقة إذا ما اشتعل لن يستثنى منه أحد وبالتالي نحن بحاجة إلى رص الصفوف إلى تنسيق المواقف العربية نرجع من جديد أهمية الفعل والتأثير العربي في السياسة الإقليمية والدولية لدينا في المنطقة قوة إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل هذه قوة لها مشاريعها في المنطقة وعلى العرب أن يكون لهم مشروعهم الخاص القاضي بالفعل إعادة الزخم العربي للتأثير في تفاعلات المنطقة ولا سيما أنها المتضررة أيضا من أي داعية سلبية وبالتالي نعم نحتاج إلى مساندة الأردن في هذه المواقف التي يتخذها ولا خاصة أن الأردن في الآون الأخيرة اتخذ خطابا سياسيا تصعيديا تجاه إسرائيل وتجاه حتى الغرب وحسب تطور الأحداث الأردن كان يصعد في كل مرة سحب السفير من تل أبيب أبلغ وزير خارجي الإسرائيلي بعدم العودة إلى عمان لحين وقف اطلاق النار وهي خطوات أبدا مش سهلة لها تبعيات على فكرة كانت بلهجة متصاعدة دبلوماسية لكن بلهجة كانت واضحة وصريحة ومتدرجة يعني الحينك الدبلوماسي وأنا هنا أريد دكتور أيمن إن سمحت لي أن أتحدث على موضوع كيف تقرأ الخطاب الإعلامي في الدبلوماسية الأردنية كان خطاب ناجح ذكي واضح صريح ومباشر لكنه متصاعد كم هذا لعب دور في استدارة الرأي العام وتغيير الرأي العام العالمي ونحن نرى الآن وكنا نتحدث قبل التسجيل دكتور أيمن بأن أمريكا حتى تغيير الآن حديثها وخطابها صحيح الخطاب الإعلامي والسياسي الأردني منسج مع ذاته وبالتالي هذه اللغة الإعلامية المتصاعدة هي تعبر عن الثوابت الأردنية كما أسلف في بداية حديثي تجاه القضية الفلسطينية الأردن لديه ثوابت لا يتنازل عنها في السياسة الخارجية وهي دعم الأشقاء في فلسطين لحين نايل حقوقهم مشروع على أرضهم وبالتالي الأردن يرى في الحل السياسي الذي يجسد بحل الدولتين هذا هو المخرج الآمن للفلسطينيين والإسرائيليين على السوا وهو صوت الحكمة والمنطق والعقل الواعي المدرك لتطورات وتداعيات القضية الفلسطينية وبالتالي الخطاب الإعلامي والسياسي وعقلاني ومتوازن ويعبر عن الحكمة في إدارة السياسة الخارجية الأردنية وأعتقد أن هذا الموقف المتناغم والمنسجم رسميا وشعبيا كان له الأثر في أيضا التأثير بالقوة الفاعلة على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي الخطاب الإعلامي الأردني واجه قبولا أمريكيا وغربيا وتفاهما أيضا لمخاوف الأردن والتي طالما عبر عنها جلالة الملك في أكثر من مناسبة على المستوى الدولي من الضروري بما كان إذا ما أرادت القوى الإقليمية والدولية الاستقرار في منطقة الشهر الأوسط والتنمية وإدماج إسرائيل في المنطقة فلابد أن يكون هذا عبر حل سياسي للقضية الفلسطينية يتجسد بالقبول بواقع حل الدولتين الآن الولايات المتحدة الملكية وعلى لسان الرئيس بايدن منذ يومين أو ثلاثة أعلن عن العودة إلى موضوع حل الدولتين وقال بأنه لا سبيل لإنهاء القضي الفلسطيني إلا بالسلام عن طريق حل الدولتين إذن الأردن بهذه السردية وهذه الرواية أثر كثيرا في خطاب القوى الإقليمية والقوى الدولية حتى الغرب الأوروبي القارة الأوروبية والأتحاد الأوروبي ووزير الخارجية وعقد المؤتمر الصحفي في إسبانيا فيما يسمى الاتحاد من أجل متوسط هذه أيضا خطوات دولماسية مكثفة لإظهار بأنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بالوسائل السياسية حسم المعركة عسكريا لن يكون بمقدور الطرفين وهذا ما أثبتت خمسين يوم من العمليات العسكرية على قطع غزة لم تأتي بنتيجة لم تحقق الحد الأدنى من الطموحات الإسرائيلية واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى التفاوض مع الجهة لا تعترب بها وهي المقاومة من أجل الإفراج عن الرهائن ووقت لقنار وبالتالي لعل هذا يصبح الآن مثار نوع من الضغط المتواصل أيضا على الحكومة الإسرائيلية غربيا وأمريكيا بأن شراء الوقت لمدة خمسين يوم لم يفلح في إعطاء إسرائيل أهدافها وتحقيق أهدافها وبالتالي هذا لعله الآن الجميع يدرك بأن بالفعل السيناريو العسكري لن يكون هو الفيصل في الموضوع إسرائيل لن تتمكن من تحقيق الأمن لنفسها ولا لجيرانها إذا ما استمرت بنفس العقلية وبنفس النهج المتطرف الذي يقص الآخر ولا يعترف بالحقوق للشأن الفلسطيني وبالتالي الأمن لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة يتحقق عبر التفاوض الجاد لإحياء حل الدولة مرة أخرى وهذا ما قاله جلالة الملك منذ اليوم الأول لإندلاع حربازة بأن الحل لن يكون عسكريا الفكر الاستباقي لجلالة الملك كثير كان فكر تنويري للعالم أجمع بأن الحل السياسي هو الحل هذه الأزمة وأعطاء الفلسطينيين حقوقهم أنا بدي أشكرك الأستاذ الدكتور أيمن البراسن وأستاذ العلوم السياسية من الجامعة الأردنية أهلا وسهلا فيك في برنامج بيت للكل شكرا لك شكرا لحضور شكرا مشاهدي بيت للكل أهلا بحضرتكم مرة ثانية خلونا ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية ونتحدث عن الأوضاع وما يحدث في قطاع غزة لابدنا أن نتوقف عند شريحة مهمة جدا في هذه الأثناء وهي شريحة الشباب الشباب وأيضا الأطفال اللي هم في عمر ما بين طفل وما بين شاب الحقيقة وجدنا الكثير من التضامن من هؤلاء الشباب يبدو أن هذه المرة الأولى أن تدخل الحروب نطاق السوشيل ميديا فالسوشيل ميديا كمان كانت سببا بأنه ينتبه الشباب وأنه الشباب يبدأ يشارك من خلالها ويعرض رأيه ويعمل فيديوهات ويشير أحداث لم يكن يعرف الشباب جرائم الحرب التي كانت تحدث في الماضي القضية الفلسطينية لأكثر من 75 عام كلنا نعرف أنها مر عليها أجيال مختلفة يمكن الموقف في مصر كمان كان مختلف لأن هذه القضية هي ملف وطني من ملفات القضايا الوطنية المصرية اسمحوا لي في استوديو القاهرة أرحب معي الأستاذ شادي محسن باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مساء الخير أستاذ شادي بقى لن أستاذ بك كفا يعني عايزة أعرف من حضرتك يعني نحن الآن أمام يعني يمكن دي المرة الأولى أن السوشيل ميديا تبقى مواكبة للحروب ويبقى بالتالي كمان الشباب الصغير قادر يشوف حاجات كتير مختلفة كيف ترى دور الشباب خاصة الصغار في السن في هذا الموضوع؟ طيب هو بداية طبعا شريحة الشباب أصبحوا كتلة حرجة critical mass critical والمفهوم ده مفهوم مهم جدا في صناعة الاستراتيجيات والسياسات لدى الحكومات والدول أول حاجة لازم تركز عليها الدولة هي إيه كتلة الحرجة في مجتمعتها فالكتلة الحرجة ممكن تكون رجال أعمال ممكن تكون رجال دين زي إيران مثلا بعد 79 ممكن يبقى الشباب صح هي دي بقى النقطة الفارقة إن المجتمع العربي مجتمع شاب وكانت دايما الدول بتركز على منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية بالتحديد إنها إزاي تأثر في الشباب سواء بالسلبة أو بالإيجاب خدمة لأجندتها يعني أو خدمة لسياستها فطبعا ضروري الانتباه لما يفكر فيه الشباب لما يحلم به الشباب لما يعمل به الشباب السوشيال ميديا أداة إعلامية غير تقليدية شبابية مهمة جدا لأنها بتحاول إن هي توجد لنفسها حضور بعدة أدوات سواء رقمي أو تلفزيوني أو خلافه يعني تحل محل الإعلام التقليدي هل السوشيال ميديا قدمت دور قوي جدا جدا سواء في المنطقة العربية أو حتى في المجتمع الدولي وبالتحديد المنطقة الأوروبية والأمريكية صحيح الإعلام التقليدي في القرى الأوروبية والقرى الأمريكية كان بيحاول يصرف انتباه شبابه إلى أن إسرائيل هي اللي على حق وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع ما بين العدو الفلسطيني والصديق أو الحليف الإسرائيلي اليهودي فطبعا السوشيال ميديا غيرت هذه المفارقة تماما وبدأت أنها توجه مجتمعاتها أنه اللي بيحصل ده غلط وبالتالي احنا شهدنا الشارع الغربي والشارع الأمريكي مختلف تماما عن الأنظمة يعني الشارع كان صوته أعلى وكان صوته مع الإنسانية ومع الحق الفلسطيني هو ده بالضبط اللي أنا عايزة أوصله أن أهم أسباب تغير الموقف الشعبي في أوروبا وفي الولايات المتحدة هو كان السوشيال ميديا التيك توك اللي بيشوفوه اليوتيوب الفيسبوك تويتر وما يخلفوا فهما دول اللي بدأوا يشكلوا وعي سياسي حتى لو كان لحظي في وقتها أنه اللي بيحصل في غزة ده غلط اللي بيحصل في غزة ده مش عدو فلسطيني وصديق إسرائيلي لا ده فيه وحش غاشم إسرائيلي بيحاول يبيد شعب عن بكرة أبيه يعني وبيحاول يستهدف الشباب والأطفال علشان الشعب الفلسطيني لا يجد لنفسه وجود حسن أحظ أن التضييقات الأوروبية والأمريكية على شركات السوشيال ميديا للمؤيدة للقضية الفلسطينية جابت أثر عكسي عليهم هم وبدأت أكتر ناس تنتبه مرة تانية أنه التضييق ده بيحصل ليه يبقى أكيد هنا هوت إحنا قدام عملية تضليل والشاب بشكل عام الشاب سن الشباب فلسفته أيمى على الخروج عن المألوف والتحدي والمغامرة والتحدي اللي أنا وراء حضرت يكون المغامرة وخلافه فأول ما بيحس أن فيه عملية تدييق بتحصل عليه فورا بيستدعي فلسفته الشاب وروحه الشابة في النطاية يتمرد على يعني أنا فكرة كتير من البوستات الناس كانت بتنبه بعض أنه بدل ما تكتب هاشتاج فلسطين ممكن تقسم الحروف علشان ما تبقاش برضو مؤثرة يعني التحايل علشان توصل الرسالة طيب خليني برضو أرجع مع حضرتك يعني بالزمن قليلا يعني مش كتير ونروح لو حضرتك تتذكر يعني طبعا وقت يعني الشيخ جراح وما حصل في هذه الانتفاضة والمشكلة كان وقتها ينظرون إلى أن الشباب الفلسطيني ربما بالذات الشباب الصغير بنتكلم على أعمار ما بين 14 و15 و16 اللي هم كانوا الشعلة اللي كانت موجودة في الشيخ جراح كانوا ينظرون بأن الشباب ده ربما ناس القضية وربما لم يعد ينتبه وربما لم يعد بهذا الحماس ولكن الشيخ جراح أيضا وهذه الموقعة يعني أعطت درسا بأن القاضية مستمرة وأن الشباب أيضا يكمل المسيرة بأجيال مختلفة هل دي كمان كانت كشفة وهي من سنوات قليلة يعني الإسرائيليين أحد أهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الرهان الديمغرافي يليه الرهان الوعي يعني بعبارات أبسط أن الإسرائيليين بيرهنوا على أنهم يأثروا على ديمغرافية الفلسطينيين وبيرهنوا على أنهم يقدروا يأثروا على وعي الفلسطينيين اكتشفوا العكس اكتشفوا أن فيه صمود غير طبيعي وفيه مقاومة غير مفهومة فقالوا خلاص إحنا قدام شفرة قدام سر محتاجين نفك الشفرة دي محتاجين نفك السر ده فقال لك قد يبدو أو لا ربما يعني أن السر ده سر اقتصادي أن هؤلاء المقاومين اكتسبوا مقاومتهم علشان طبقتهم من الاجتماعية محدودة فقالوا خلاص ووفر لهم اقتصاد وعملوا حاجة اسمها السلام الاقتصادي ووفروا لهم فرص عمل زي اللي كانوا بتتوفر لأهل غزة وكان بيدوهم 15 ألف تصريح عمل سنوي تعالوا اكسبوا اكسبوا دولارات كمان مش جيني فلسطيني ولا شيك الإسرائيلي قال لك مش نافع المسألة دي اكتشفوا أنها بتجيب أثر عكسي والعمال الفلسطينيين تحولوا إلى عملاء وطنيين فلسطينيين لصالح قضيتهم ضد الإسرائيليين وكشف أسرارهم قال لك طب خلاص ربما يكون السر اجتماعي ان هم علشان محطوطين في أماكن محدودة وزي الجتوات اللي كان اليهود عايشين فيها زمان فبيرددوا منهم من بعض قصص البطولة وقصص النكبة وقصص القضية فقال لك خلاص فككهم طلعهم من المجتمعات بتاعتهم وخليهم يتشتتوا في أماكن أخرى عشان كده بيحصلوا التهجير القصر اللي احنا شايفينه طيب خلينا نروح للجانب المصري الحقيقة مصر لها دور تاريخي كبير مع القضايا الفلسطينية أنا واحدة من الناس تربينا في مدرسنا وفي جمعتنا على هذه القضايا الفلسطينية كنت كده منذ أيام حتى أتابع بعض الأعمال لقيت أن هي ليست فقط كانت المناهج أو المواطن المصري ولكن أيضا الدراما المصرية والسينما المصرية والأغاني كلها كانت متضامنة طول الوقت طول هذا الصراع مع فلسطين فزي ما بنقول القضايا الفلسطينية هي ملف مهم جدا موجود ضمن الملفات الوطنية المصرية شفت إزاي دور مصر من يوم 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة والقضايا الفلسطينية مصر بازلة مجهود كبير جدا سواء على المعبر لإدخال المساعدات والتأكد بأن المساعدات تصل إلى أهلين في قطاع غزة وأيضا الجانب السياسي من حيث أيضا المجهود الكبير بتلبزيل والقيادة ورئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتوقف إطلاق النار أو نصل إلى هدنات تعطينا بعض الوقت لأن يتنفس هذا القطاع سؤال محتاج كتابي للرد عليه لأن الدور اللي مصر قدمته من أول يوم 7 أكتوبر أو 6 أكتوبر 23 لحد النهاردة أنا بشوف أنه مختلف عن أي دور مصر قدمته عمل كده لعدة أسباب واحد أنه لأول مرة تتعامل غرفة أزمات في العاصمة الإدارية الجديدة يعني العاصمة الإدارية الجديدة طبعا أنا عارف أنه ده بالسياق ولا وقته للحديث عنه لكن تعرضت لبعض من الشائعات وتعرضت لبعض من المضايقات التوعوية السيد الرئيس تابع 7 أكتوبر من داخل غرفة الأزمات بالضبط كده هي دي أن الأكتاجون داخل الأكتاجون حصل تم تتشين غرفة اسمها غرفة الأزمات الرئيس تابع من خلالها كل ما يحدث من عاشية 7 أكتوبر 6 أكتوبر عفوا حتى 7 أكتوبر 22 غرفة الأزمات هي اللي نظمت الدور المصري الدور المصري تاني سبب ليه أنا بقول أنه مختلف أنه لأول مرة تدار 6 مستويات لصيقة متوازية مش متتابعة للدور المصري المقدم من أول الدور السياسي والإداري طبعا أنه إحنا دشنا غرفة أزمات لإدارة المشهد ثم سياسي عن طريق تقديم بعض المبادرات والاتصالات الدبلوماسية فيه بعد منها حصل دور دبلوماسي قوي جدا عن طريق زيارات أو أنه إحنا نستقبل وفود من المنطقة العربية يعني أنا فاكر يوم 7 أكتوبر إحنا تكلمنا مع أول ثلاث دول الأردن والسعودية وباريس صحيح ثم تلاقي أنه إحنا تكلمنا مع الطاليان ثم الأمريكان ثم مع العراقيين ثم مع الإماراتيين والقطريين وخلافهم فبدأنا أنه إحنا نوسع شبكة الجهود الدبلوماسية من يوم 8 أكتوبر لحد 10 أكتوبر يجي بعد منها المستوى الإنساني يوم 8 أكتوبر فورا الرئيس أطلق من غرفة الأزمات أن حالة الطوارئ يتم الإعلان عنها داخل مستشفيات شمال سينا وأنه تبقى فيها عربية إسعاف وأن معبر رفح يتم ضمان فتحه 24 ساعة ثم بعد كده فيه مستوى سيادي ليه علاقة باجتماعات مجلس الأمن القوم المصري مستوى تنموي واجتماعي اللي هو حياة كريمة انضمام لأول مرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي دي كانت نقطة رائعة جدا وفارقة يعني تكشف قد إيه أن أهمية تدخل الدولة في تنظيم المجتمعات وتنظيم الأمور آخر مستوى أو القبل الأخير كان الاستفاف الشعبي 21 أكتوبر كان يوم فارق جدا يعني أنا بعتبر أن ده اليوم اللي نتضامن فيه مع الشعب الفلسطيني حرفيا يعني 21 أكتوبر 2029 كان يوم 20 و21 قمة القارة للسلام كانت يوم 21 يليه في الآخر الاستفاف العسكري أنه الأول مرة يبقى فيه تفتيش حرب ملاصق لما يحدث في غزة وكانها رسالة موجهة تيجي فورا بعد الاستفاف الشعبي الشعب الأول بعد كده الجيش الاستفافين دول الشعبي والعسكري كان الهدف منه هو تقديم مفهوم جديد لسياسة الردع المصرية أن السياسة الردع لا تقوم فقط على الجيش وإنما على التماسك المجتمعي كان السيد الرئيس في كل مناسبة يعمل كده بقبضة إيده أنه تطالما كده خلاص الأمور الأمور تمام فالتماسك المجتمعي يليه التماسك العسكري طبعا منقطع النظير الحمد لله طيب خليني سؤالي برضو الأخير والمهم يعني زي ما حضرتك يعني ذكرت بالتفاصيل دور مصر كان كبير لكن كمان مصر كان أمامها تحديات كثيرة يعني تحديات في الفكر يعني نحن مع القضايا الفلسطينية نحن نحاول أيضا لأن مصر دولة محورية دولة أمنها القومي أيضا يشارك الحدود مع قطاع غزة والأهمية هي فكرة إعادة الملف على طاولة المفاوضات أن يكون فيه دولتين مصر رفضت مسألة التهجير القصري مصر أكدت على أنه ما يبقاش فيه تصفية للقضايا الفلسطينية وكان أمامها الرأي الآخر الغربي والأمريكي متعاطف وداعم لإسرائيل طول الوقت قمة السلام زي ما حضرتك قلت حتى كلمة السيد الرئيس أيضا في قمة الرياض وفي كل الثنائيات والقمم التي جاءت إلى مصر كيف رأيت دور مصر في تغيير فكر الدول اللي كانت يعني متجمدة على بعض الأراء الإسرائيلية أربع أمور يعني فيه أربع أمور هي اللي خلقت التماسك الرواية المصرية أمام الخارج بشكل عام بقى سواء كان مؤيد أو غير مؤيد يعني للفلسطينيين واحد أنه كان فيه لأول مرة دوق نموذج جديد للدبلوماسية اسمه دبلوماسية الميدان أنه نستضيف الممثل المسؤول في رفح أمام معبر رفح أو في العريش أمام قواف المساعدات كان بداية من أنطونيو جوتيريش ثم رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسلا فالدبلوماسية دي غيرت من مواقفهم أنطونيو جوتيريش وأورسلا في تأدير المتعدة لم يكن لهم أن يتبنوا هذا الموقف المماهي مع مصر لولا أنهم كانوا حاضرين في رفح كانوا شايفين الميدان بيحصل فيه إيه؟ المعبر مفتوحة شايفين المساعدات وهي مصطفقة بالكيلومترات بالضبط كده قد إيه المصريين مصطفين علشان يساعدوا للشعب الفلسطيني فبدأت موقفهم تتغير فعلا الأمر الثاني بعد دبلوماسية الميدان تماسك الرواية المصرية المفصلة والواعية والشاملة مصر مش عايز أزايد على أي دور حد يعني بس أنا منحزل جنسيتي أنه دار أقول أن الرواية المصرية هي الرواية المفصلة والشاملة أن هي قادرة تقدم رؤية كاملة لكيفية حل الدولتين من أول خلق الكوادر الفلسطينية اللي تمسك دولاب العمل الحكومي في دولة فلسطين المستقبلية لحد تشكيل الوعي السياسي للفلسطينيين رفض كل الخطط الإسرائيلية الخبيثة لإبادة الشعب الفلسطيني كاميع الفصائل على كلمة واحدة ممتاز العمل بقى السيادي اللي قامت بيه جهاز المخابرات العامة المصرية أن هي إزاي تجمع الفصائل الفلسطينية على كلمة سواء تقديم المضبطة لكيفية إدارة مرحلة انتقالية احنا مرنا بمرحلة انتقالية من 2014 طيب كان فيها حوار وطني قدمنا للفلسطينيين كان فيها تأسيس المؤسسات أو بناء الدولة الوطنية المؤسسية قدمنا للفلسطينيين لحكومة اشتيا فالله أنا عايز أقوله رقم ثلاثة طبعاً ليه علاقة بأنه فيه دبلوماسية القمم أنه نحن من استغيث الممثلين الرئيس بنفسه اللي بيقعد معاهم جهاز المخابرات بيقعد معاهم وزارة الخارجية طبعاً فلما بنبدأ ان احنا نروج هذه الرواية مع الموقف العربي علشان هذا الممثل لما يسيب مصر ويروح يزور الرياض أو أبوظبي أو الدوحة يلاقي نفس الكلام يلاقي العرب على كلمة سواء وراء الرواية المصرية كان أهم بندف تأذيري أو مش من أحد أهم البنود يعني قمة الرياض إن العرب وقفين وراء أي جهود مصر هتقدم اللي مصر هتقول عليه احنا مقفين عليه هذه الأمور كلها غيرت أو قدمت صلابة أمام الموقف الغربي الموقف الغربي بدأ يتراجع خصوصاً لما لقى مواقف شعوبه كمان متمهية مع القضايا الفلسطينية فلاقوا نفسهم أنهم أمام مشهد مضلل محتاجين أنهم يعيدوا النظر فيه ممكن البناء عليه لكن لا التعويل عليه التعويل هيبقى على الشعب العربي فقط أكيد أنا أتفق مع حضرتك جداً في كل ما ذكرت وأتسور بأن الثبات والوضوح والرؤية الجيدة اللي رسمتها مصر وساعدت أيضاً في وجودها مع الدول العربية أنه تبقى الكلمة وحدة ووجهة النظر وحدة وأعتقد هو ما وصل إلى العالم الغربي كله بأنه لا يوجد كلمتين هي كلمة وحدة فلسطين دولة حرة وعادة المسألة إلى دولتين ولا يوجد تهجير للفلسطينين بشكرك شكراً جزيلاً نورتنا في بيت للكل الأستاذ شادي محسن أهلاً مع حضرتك مشاهدينا وصلنا مع حضرتكم لختام بيت للكل نحن نتحدث اليوم من القاهرة ونتحدث عن التضامن مع أهلنا في فلسطين نتحدث عن يوم التضامن المفروض أنه 29 نوفمبر كنا نحلم أن يكون يوم التضامن فيه خير لهذه الدولة وخير أن تكون لها أيضاً حريتها وأن يكون لها قرارها خلينا نحلم ونظل نؤكد بأننا دائماً وأبداً مع أهلنا في قطاع غزة ودائماً مع فلسطين أن تكون حرة أبية في موطنها وفي دولتها كان هذا هو بيت للكل لهذا الأسبوع دمتم في أمان الله